هنروح لخبر الحقيقة ساعدني جدا جدا وهو تأهل مصر للكرة الطائرة رجال الى أولمبياد باريس عشرين وعشرين بعد ما الحمل حقيقة عملت في اليابان ويعني خليني بس أبنوا نروح للصور أقول لكم حاجة كمان أساعدتني جدا أنا طبعا كنت بشوف مباراة تونس وبعد ما يعني تونس عالت علينا اتنين وعملنا ريمونتادة عظيمة وتقدمنا وفوزنا بالمباراة تلاتة تلاتة اتنين كان المباراة يعني شدة جدا بس تانوا ما تروحوش للصور قبل بحكي القصة دي الحقيقة أنا فجئت بعد المباراة برسالة من كابتن محمد معاوت انتوا عارفين طبعا احنا قبل ما يسافروا بعد بطولة أفريقيا وفوزهم بطولة أفريقيا كانوا شرفوني هنا في بردامج الأبطال واحتفلنا بيهم كان حسام يوسف واللعبين وسعودي والحسيني كل اللعبين كانوا معنا ورمضان واحتفلنا بيهم وكابتن معاوت طبعا المدير الفريق ابن نادي الأهلي وليبرو الفريق يعني من أحد البروهات التاريخية في الفريق احتفلنا معه فبعد المباراة وبعد التأهل وربنا واحده أعلم أنا بحب رجال أو الماسترز في الكرة الطائرة أنا أبني كرة السلة يعني أنا راجل اللعيب كرة السلة منتخب مصر والنادي الأهلي وشرفت أن أنا أنتمي لكرة السلة ولكن الكرة الطائرة الحقيقة ما تفهمش ليها جاذبية عندي غريبة فالحقيقة اللعيبة دي أنا يعني كنت زعلان جدا هما بتأهلوش أولمبياد فلاقي كابتن محمد معاوت بعد المباراة بعاتلي قال لي يا كابتن هيسم والله وشك حلو علينا وكنت متأكد أن احنا هنتأهل الأولمبياد بعد ما جينا معك في البرنامج الحقيقة الرسالة دي أسعدتني جدا جدا يعني أنا مش عايز أقول لكم يعني أنا هرهلكم كمان يعني يعني بيشكرني جدا ووحشني يا كابتن ودائما وشك حلو علينا وأنا كنت عارف أننا هنوصل أولمبياد بعد الحلقة فسبحان الله دي حاجة يعني بسطتني معنويا حسيت قد إيه أن الحب المتبادل بيني وبين الأبطال دول هم حسين بيه لما أنت تبقى قاعد طول الوقت يعني أنا ما كلمتش حد وما بلغتهمش حتى أن أنا قاعد بتفرج ولا أبعدت لحد بس كنت قلقان وكنت متضايق وكنت زعلان أن هما ما يطلعوش لأن فعلا الولاد دول حاجة تانية والسوداسي بتاع النادي الأهل الموجود مع النادي الأهل هناك وطبعا مفتقدين نجمناك كبير رحمة صلاح وعبد الله عبد السلام اللي بنقول له كل سنة أنت طيب يا عبد الله يعني كمل 40 سنة ويا رب 40 سنة تانين عطاء وازدهار طبعا في حياتك كلها فالنهاردة 2 كمان نجوم مش موجودين فالستة بتوقع النادي الأهل اللي موجودين عاملين روح تانية خالص على رأسهم طبعا حسام يوسف أو الدكتور حسام يوسف فأنا كنت سعيد جدا برسالة دي وسعيد جدا بتأهلهم وسعيد إن أنا يعني يعني دايما يبقى وش حلوة عليهم ودايما الحب بيوصل والدعم بيوصل هم ما يستحقوا حتى لعيبة المنتخب من الأندية الأخرى أبدا يعني ما نقللش من مجهودهم اللي عملوه يعني كل التحية لعيبة كل الأندية اللي كانوا موجودين مع المنتخب وعملوا اللي عليهم وقدوا وقدوا أداء كويس جدا جدا وكان ليهم دور كمان لن ينكروا ومنحييهم من أول لعيب لأخلاب لأن احنا مع منتخب مصر بننسى انتماءنا ولكن أنا يمكن أربي أكتر يعني هيك من نادي الزمالك وعمل يعني دورة وجمعة قوية جدا وكان ليه دور كبير مع الفريق وخدها الدف أكتر من مباراة ولعيب نادي الزمالك ولكن النهاردة مع منتخب مصر انت بتنسى انتمائك واحنا كبرنامج الأبطال بننسى انتمائنا تماما منتخب مصر هو الأصل هو الأساس واللي احنا دايما بنفرح بانتصاره فالتأهل النهاردة للومبياد جي نتيجة نتيجة ان احنا فوزنا على اليابان في معجزة خمس العالم والمباراة الباقية كنا ماشيين كويس والله كنا بنعمل مباراة كويسة جدا مع تركيا عملنا مباراة كويسة مع فنلندا تقريبا عملنا مباراة كويسة فكنا عمليه مباراة كويسة جدا كنا نكسب الشوت الأول أو نكسب الشوت التاني وكل المطشات خدنا فيها شوت فكنا نقدر لو خد شوت تاني كانت يعني انتما بتاخد اتنين من الفرقة يعني شوتين من الفرقة التانية بيعلي تصنيفك بر فاحنا عملنا مطشات حلوة جدا العالم كله احترمك فالنهاردة انت تصنيفك العالمي بقى التمنتاشر بعد ما فوزت على اليابان في معجزة وعايز اقول لكم اليابان خسرت منا يعني خلينا نقول باللغة اللغة الرياضة اكلت الفرقة التانية بقت نقل لانيابان خمس عالم نزلت حرفيا اكلت الفرقة التانية وهي تأهلك كمان بس انا لا اقوز اقول لكم ان منتخب مصر النهاردة في الترتيب التمنتاشر العالمي من هنا برضو كل التحية للتحاد المصري برئاسة طبعا يعني صديقي وحبيبي يعني دكتور ياسر امر او كمهندس ياسر امر لانه الحقيقة الراجل ده من ساعة ما جيه اه فيه فيه شغل بيبزل وفيه مجهود بيبزل قد يكون فيه بعض القرارات نختلف معاه وكنا بننتقد الاتحاد الحقيقة وكنا بنقول الاتحاد يعني فيه قرارات بيعني بيجانبها الصواب ولكن ولكن ده لا يمنع ابدا ان الاتحاد اشتغل وجاب مدير فن جديد فلافي والمدير فن الايطالي اللي نجح مع المنتخب ده من سنين وجابه وده له كل الدعم وراحوا عاملوا معسكر في اوروبا لعبوا ابطال اوروبا ورجعوا عاملوا بتوط افريقيا كبيرة جدا فالنهار ده الاتحاد تحسوا انه عايز منتخب عايزين منتخب مصر يبقى كويش فلازم نحييه والحاجة الكويسة اللي بتحصل النهار ده لازم نحييها ونقف وراها زي ما انتقدنا الاتحاد في قرارات كتيرة في لجنة المسابقات في غيره وفي خلافه ولكن لما نلاقي الاتحاد شغال على منتخب مصر مهما كان اختلافنا في بعض القرارات لازم نحييه وبرضه عايز اقول حاجة كمان لمنتخب مصر بقاله سنوات الحقيقة بعيد عن بتوط افريقيا وبعيد عن الامبياد فالنهار ده لما يحقق بتوط افريقيا ويوصل الامبياد في سنة اكيد ما جاء الصدفة اكيد ما جاء الصدفة الكلام ده جيب بحب وانكار طبعا كابتن عمر مخلوف في الاتحاد انا مش عايز انسى حد يعني كلهم كانوا على قلب رجل واحد الحقيقة كل التحية ليهم احنا نهار ده في التصنيف التمنتاشر عالميا ومحدش يعرف ممكن بعد بطولة لا بعد بطولة الامبياد اللي جاية تعمل شغل كويس تصنيفك يزيد يعني الدنيا كويسة وفيه جيل كويس قوي عندنا شباب وعندنا اه اه كبار في الوقت الاتحاد برضو عمل انا معلش وقفت على الخبر ده شوية لان انا يعني فرحان جدا بالتأهل وعملوا دوري كويس النهار ده عندنا بيستوف اوف تريل اللي بتعمل النهار ده الاهل بيلعب الزمالك اكتر من المباراة في الموسم 7 8 9 مباراة فالنهار ده ما كانش فيه اي ده ان انت تعمل مباراة كتيرة مع مباراة متشاط بتخلص 3-0 و3-1 في الوقت ان انت الطائرة هي اهل زمالك ما كنتش بتعمل فيها مباراة كتير فالحقيقة برضو كل التحية للاتحاد وكل التحية للأبطال مستر فلافي المدير الفني اكيد بنحيي اكيد بنحيي اللاعبين وخلينا نقولي 6 لعبين اسميهم اللي كانوا مع او من نادي الاهل مع منتخب مصر اللي كان ليهم دور كبير للتأهل طبعا معنا حسام يوسف عبد الرحمن سعودي محمد عصران محمد رمضان عبد الرحمن الحسيني وصف عابد صف عابد اه لسه يعني ارتدى تشيرت النادي الاهلي فقط وبياخد الفوتو سيشن ولكن خلاص هو يعني معنا وابن النادي الاهلي ويرتدي قميص النادي الاهلي فبنعتبر اكيد مع النادي الاهلي طبعا من الرقم الولايass ملعبش ولا مباراة وخلينا فاكرين ان شاء الله صف عابد سيعمل موسم كويس لانه جي النادي الاهلي عن الرغبة وجي النادي الاهلي عن اقتناع ورغبة حقية كانت من اللاعب وتمسك بالنادي الاهلي ونادي الاهلي تمسك به بالفعل ازاي تمسك 1000 ملاي hoy مبروك ان شاء الله نعمل مباراة كويسة في أولمبياد باريس إن شاء الله